نتعرف على الحب بن الحب أي المحبوب بن المحبوب من يكون هذا الرجل الذي لقب بهذا اللقب العظيم؟ الحب بن الحب المحبوب بن المحبوب محبوب عند رسول الله وأبوه محبوب عند رسول الله إنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يقسم أموال بيت المال على المسلمين وجاء دور ولده عبد الله بن عمر فأعطاه نصيبه ثم جاء دور أسامة بن زيد فأعطاه عمر ضعف ما أعطى ولده عبد الله وذلك أن عمر كان يعطي الناس وفق منازلهم وفضلهم وبلائهم في الإسلام خشي عبد الله بن عمر أن تكون مكانته في الإسلام مؤخرة فسأل ولده لماذا فضلت أسامة عليه وأعطيته أكثر مني لم يقل هذا الكلام حبا في المال أو حبا في الدنيا وإنما حبا في المكانة والفضل فأجابه عمر جوابا مقنعا قال إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وإن أباه زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله من أبيك عمر إذن عمر رضي الله عنه أعطى أسامة بن زيد هذا العطاء المضاعف لمكانته ومحبته في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم